موسيقى بعد الثورات العربية التي عرفتها عدة مدن عربية بحجة الإصلاحات لم نرى أي تقدم ملحوظ في المجالات المهمة ومن أهم هذه المجالات مجال التعليم لماذا يعاني التعليم العربي غياب في الإبداع والاستقلالية والتفكير النقدي؟ ألا يعتبر ابن بطوطة وابن الهيثم ومحمد الفزاري من أشهر العلماء العرب تأثيراً في تاريخ البشرية؟ ضعف التعليم العربي عنوان حلقة اليوم من برنامج نبض الولد موسيقى وللحديث أكثر عن حلقة اليوم ضعف التعليم العربي ينضم إلينا ضيوفنا السيد خالد البوريني والبالغ من العمر سبع سنوات والآن ساغنا حمد والبالغة من العمر تمن سنوات أهلا وسهلا فيكم كيف أنت بتحسي التعليم العربي مرت بكم مش أوي؟ أنهَ مدارس الحكومة؛ م persecuted زي مدارس العربي زي مدارس الخاصة بس أنو Heute deixeauxd لم تعدوا راتب للمعلمات أكثر فلمعلمات بدأتس expertise للمعلمات بعدhn hace عصر تحضق بين اني يعمل شغل لما يعطوهم راتب أكتر فلما يعطوهم راتب أكتر بصير يدرسوا التعليم أحسن وكمان المدارس الحكومة مندخلهم ببلاش المدارس الشخصية مندخلهم بما دفع مصاري المدارس الشخصية تعتقد هي أصدق فيها الخاصة ولا الخاصة الخاصة المدارس الخاصة بمصاري طب فهل يعني أنتو التنين أجمعتوا على نقطة بأنه دخل المعلم اللي هو الراتب اللي بياخده المعلم بلعب دور كبير في مستوى التعليم الممكن يعطي للطلاب صحيح؟ في علماء عرب كتير شاطرين كانوا شاطرين بالرياضيات كانوا شاطرين في الطب كانوا شاطرين بالجغرافيا كانوا شاطرين بالسفر بالاستكشفات هاي الشهرات كلها أصلها علماء عرب من ضمن هدول العلماء عالم اسمه ابن بطوطة إنهم هدول كانوا كتير بيكتشفوا أي إشي بيصير بالأردن كانوا يكتشفوا وأي شيء تصير بالدول الثانية بيكتشفوه هيك بيكتشفو أي شيء طيب مين بتحسوا أحسن الجامعات في الأردن ولا الجامعات في بريطانيا؟ بريطانيا ليش؟ بريطانيا بأخذوا أشياء أحسن وبطوروا أكتر صح بس هم جامعة وإحنا جامعة مش هم عندهم دكاترا وإحنا عندنا دكاترا طب ليش هم أحسن؟ وهذا السؤال بده تفكير بس لأنه بريطانيا بيسوه أشياء مش مش معروفة بالبلد بالأردن أحسن الأردن أحسن؟ لماذا؟ لأنه بريطانيا بتحكي إنجليزيا و هم بيكونوا بتعلمين إنجليزيا أصلا أبعرف وممكن الجامعات تكون بتعلموا بالإنجليزي اللي حاكي ولا مدروح عندهم مع دكتور يعني بيكون بيحكي معنا إنجليزي البريطانيا بدرسوا تدريس أكتر هلأ بيعلموك أول إشي إنجليزي ثاني إشي كل ما تسمع إنجليزي بتتعلم أكتر والعربي معروف بكل يعني روح عن إلى أمريكا بتشوف الناس بيحكوا عربي أم بريطان هم؟ فكل الدول يعني عشان العربي بتطور أكثر يعني حكي يوم نفهمه أكثر من بريطانيا في ناس يعني بعف يحكي بريطاني بس مش لها الدرجة يعني فما حيقدر يدرسوا بالجامعات البريطانية كتير هما بتعلموا بتعلموا بريطاني بيروحوا للمدارس البريطانية بتعلموا بريطاني بس هما بيكونوا خلصوا مدرسة سمعتوا عن إشي اسموا براءات الاختراع أو إشي زي هيك اختراعات أو شو ما بدأها هاي إنو بيخترعوا أشياء وبيصنعوا أشياء من أكثر الدول العربية بيصنعوا زي الروبوتات هل في روبوتات عربية؟ لا لا بس مين الناس اللي شاطرين بصناعت الروبوتات؟ المستكشفين استكشفوا الروبوت وعملوا لا أو هم هدول مش مستكشفين؟ مين بتعتقدي أنت؟ في مثلا في دورات بيعلموا روبوت وبصروا يعملوا كل الناس بصروا يعملوا الروبوتات مش شاطر حتى في الدول العربية في دورات بيعلموك تعمل الروبوت؟ قداش لازم يكون عمرك 30 سنة عشان تتعلمها؟ لا ولا؟ من 6 إلى 16 ها؟ في دورات عنا بيعلموك على الروبوت من 6 إلى 16؟ اه وين موجودة؟ هون بالأردن في بالأردن في بالأردن هين؟ اوه في عنجا؟ موبا بيشتغل فيها كمان كمان؟ اوه كمان لما مثلا نفترض أنت تخرجت من الجامعة الأردنية وانت تخرجت من جامعة بريطانية وتروحوا بتكون تشتغلوا على نفس المكان هم يرح ياخدوا المهندس البريطاني او المهندس الأردني؟ حياخدوا المهندس الأردني ليش؟ لأنه أسطر لا بياخدوا البريطانيين ليش؟ لأن البريطانيين بيكونوا بيفهموا أكتر ايش بدهم يعملوا بالهندسة طيب مش ممكن يكون هادا هو مهندس كمان اللي في الأردن صح؟ مش ممكن يكون هادا الزلمة أشطر من البريطاني؟ لا البريطاني بيعلموا أحسن حكيت الله يعني بيعلموا أصلا التعليم بيكون غير اوه كل كل معلمة بيكون تعليمها أحسن أو أسوأ وانا بالأردن يعني المعلمات بيحاولوا قد ما بيقدروا انهم يعملوا كل جهدهم عشان يعلمونا وهو إذا هم يأخذوا راتبهم لازم نحن ننجح بالامتحانات صحيح صحيح فهو بعتمد علينا إذا عدنا وركزنا على المس ونجيب علامات كاملة ايش دخل؟ ايش دخل هضب الهندسة انت بتحكي عن الهندسة ولا عن إيه؟ انت بتحكي عن المس كيف تأخذوا راتبها هو بيحكي أنه كيف أنه أحسن مدرسة الحق ولا؟ لا بدول الخليج مرات لما يروح المهندس الأردني هناك بديو يشتغل بيعطوه راتب مثلا 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 ألفين ألفين دينار مثلا وبيجي واحد بيشتغل نفس الشغل تاعه بس بريطانيا بروح بياخد أربع تلاف أو خمس تلاف ليش؟ انا احكي لك ليش؟ بيكون هناك الموضة هناك بيكون محوم مصاري أكتر يمكن هادلاك مش قادرين ياخدوا إشي بس بيبينوا إنه للناس إنه معنا مصاري من نقدر ندفعكم ألفين دينار بس بيجي دورهم بيجي دورهم إنه يدفعوا الأردنيين راتب السكرتيرا مثلا بعدين ولا بيحكوا لهم المرة جاي المرة جاي بعدين بيجي المرة جاي بحكين لهم مرة جاي وصلهم ما بعتوها المهم يعني إنه إذا يعني المهم إنهم إذا بدهم يسيروا مهندسين يعرفوا يرسموا المثلث والمستطيل وله هادول أشياء سهلين بس إشياء صعبين إنهم بدهم تركيزوا هدوء زي الخماسة أو السوداثة السوداثة هاااا أسماء الأضلاع والرؤوس ...وهداش إله بدوم يرثمه ويعده تعرف اسماءهم؟ ها؟ ما هي؟ الأضلاع؟ لا ولا لا بس شعف إنو هدول الاسم للم أضلاع و هدول اسم هم رجز طيب، ما تعرفه عن علم الرياضيات؟ أو مادة الرياضيات؟ مادة الرياضيات؟ إنو مادة الرياضيات بتخلينا نحفظ أكثر وأسرع أنجر؟ أه يعني إذا بدنا نحفظ يعني نشيدة طالبة من هالمدرسة فهم نحفظها عشان بالرياضيات يعني الواحد إذا شاطر بالرياضيات بصير يحفظ أكتر؟ عشان بحسب وبحفظ السؤال قدامه فبصير يدكزه كتير صح مع أنه الرياضيات معظمها كتابة تفكير فيها بساعد على أي شيء تلاقي قدامك مثلا بدك تروح تروح تسوي شغلة ولازم تحفظها هاي الشغلة مثل ما حكا يلا نعملها الاختبار استعد 5 plus 6 9 7 3 5 1 قديش؟ 36 وفي نهاية حلقة اليوم لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي حلقتنا اليوم السيد خالد البوريني والبالغ من العمر سبع سنوات والآن سيغنى حمد والبالغ من العمر ثمانية سنوات لكم مني أطيب التحيات وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر